اشتركوا في القناة منصحكم تفرجوا الحصة رقم واحد قانون الاوم والحصة اثنين قانون العروات لان في قاسم الجهد عنده علاقة كبيرة بقانون الاوم وقانون العروات فلنبدأ على بركة الله وحفظه وفي ناس الوقت ما تنساوش لايكات 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 يمشي الفيديو ويوصل باسرع وقت لكل زملائكم ولكل طلاب بكالوريا بالتوفيق للجميع وش هو قاسم الجهد هو حساب الجهد بين طرفين مقاومة يعني احساب جهد كما قانون اوم وكم من قانون العروة هو حساب الجهد بين الطرفين مقاومة مربوطة مع عدة مقاومة كهربائي رقم تسمع فيها مع عدة مقاومة كهربائي مي لازم تشغل هذي المقاومة شو لازم تكون على تسلسل وين تلقى مقاومة على تسلسل وش لازم يجي في رأسك قانون قاسم الجهود راح يساعدك بزيب بزيب جمع في بعض الاحيين جي تخدم قانون اوم تلقى خدمة طويلة بزير تتخدم قانون العروات تلقى خدمة طويلة بزير مجرد طبق قانون قاسمته تحل المثال هذة كفصة طرعي هكذا معناتها تخمين تاعكم واش لازم يكون فيه نبدأ بقانون ام اذا قيتم معاقد نروح قانون العروات اذا قيتم معاقد واشو روح قاسم انت صحيح اذا وش هو هو حساب الجد بين الطرفين مقامة مربوطة مع عدد مقامة كهربائية على تساس بشرط ان تكونوا هذه الدارة مغلقة يلو كان عدد دارة ماشي مغلقة اسكوكين تيار الجهد جماعة خي مكانش صاحش تفاهمين عليها هذين نمشيوا شوية هذا القانون بسط ما في حتى اشكالية اذا عندي هذه الدارة اللي هكم تشوف فيها دارة مغلقة فيها بطارية مئر واحد وارثين وش بهم وجماعة موصلتين على التسلسل اذا نقدر نطبقه هنا قاسم الجهد نعم ما نقدرش نقدر نطبقه قانون القوم ايو نقدر نطبقه القانون العروات قاسم الجهد اذا في إرثين هذي وش تساوي اجماعة شاوهم عليه وش تساوي تساوي مقاومة المعنية وش معدها مقاومة المعنية معدها اللي requirements نحسب لها الجهد تاها صحيح هو المقاومة المعنية على مجموعة المقاومة للفرق اخبار يا جماعة رقزوا هذه اللي هبلايح مجموعة المقاومة للفرق الفرق ليح تحسب فيها كما هنا إرثين موجودة في هذا الفرق لان اشتخص بهذا الفرق صحيح. الفرع اللي تنتميلي. تفاهمين عليها. ايوة. شغل ايوة. ايوة. لا 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 ما تقولش ايوة. على ذلك لو كان نعطيك زيوة ولا تلابات ولي خطأ. اروة هات زي دهارة ثنين. ايه. ايه. لو كان مثلا زيد لك مقاومة منا. او تقول لي ايوة او لي خطأ. قانوني ولي مش صحيح. على هذي شكتبت هيك. مجمع مقاومة واش. بتاع الفرع اللتي تنتمي اليه المقاومة. صايمة حوما. مثلا ما دمعت خطأ هذا الجود. ها ورا الفرع تاع. لو كان مثلا عندك عروة ثانية جاية هنا يا. تحسب هذه المقاومة تعوضها بالجودة ويقول لي هذا الفرع مقاومة المكافأة تاع الفرع. تفاهمين عليها. ايضا ماشي يساوي. مقاومة معنية على مجموع مقاومات الفرع في الجهد الكل المسؤول عن تغذية هذه المقاومة. مفهمة هذي وش مفهمة. لو كان مثلا اعطيكم عروة characterization. في الجهد الكلية مسؤول عن تغذية هذه المقاومة. ليا جهد المسؤول عن هذا الفرع اللي تنتمي لمقاومة. مثلا تاحب تحسب هذه المقاومة. تحسبت عن تغذية بتاعة؟ شكونار يغادir فيها. خيلوك. نعطي فيسي سي ثنين هنا يع arbets bottas. ضحيص المقاومة هذي مجموعة المقاومات. مادما تحسبت jeden مجموع هذه المقاومات تخدم بهذا الجهد صحيح واذا خدمت بمجموع المقاومات هذين منش موجودين تخيلوهم تعوض بالجهد الثاني يعني الجهد المسؤول عن تغذية المقاومة المعنية مفهومة ودقونا عديكم تمارين ها مكيني تمارين ها مكيني تمارين دقوه هادا لان هادا كوفية تلقوه تمارين ندقوه فوتو دي هاكي ها كل صغيرة وكل كبيرة حتلقوها ان شاء الله بتمارين تاهمينه اذا انت وش تعرف قانون قاسم مجدوش يساوي مقاومة قانون ناقل قانون يحب تخصيب الوجود تعوه لازم مقاومة تش يكونوا على تساس في الخياق دا وش يساوي مقاومة المعنية لك حب تخصيب الجهد على مجموع المقاومة تعالفر هذه الدارة في الجهد المسؤول عن تغذية تعوه تفاهمين هيا جماعة روحو نحسبوه روحو نحسبو مثلا خي قلنا تفاهمنا دي ما اي دارة شكلها اخدم اتجاه التيار الاستلاحي واخدم الاستقطابيات هيا نحسبو في ارثنين في ارثنين هي مقاومة ارثنين في ارثنين اجمعه وش تساوي شاوش تساوي ارثنين تساوي مقاومة معنيا هاي ورا ارثنين ايوة على ارثنين على مجموع المقاومة تعالفر ارثنين زايد ارثنين ارثنين زايد ارثنين ارثنين كم شكتو اكثر مقاومة لانا مجمع المقاومة تركو لون اخضر ظللتون لون اخضر صحي الكل في واش جهد المحادة. اللي هو جهد VCC صح. هلين بنسبل واش? نسبل VR اثنين. سعر. لو كان قولكم احسبوا VR اخو. VR اخو. VR اخو. رواحد. طاحت المقاومة المعنية. يعني آآ VR واحد هذي. يعني اغلطت تساوي VR واحد. لما جمع المقاومات. وش يومها? VR واحد زي. VR واحد اثنين. طاحق. في VCC. ايوة. جماعة يا هذر رزوج بارك. شكرا يا هذر. عندك الطاقة ايجابية بزيار شكرا يا هذر. ايوة. تبقى هيبة وشكرا? خليلا. ولي عنده سؤال. دليلة. آآ. جليلة. اللي عنده سؤال يقتر يسأل عادي. ما كاش مشكلة. تفاهمين. اذا في VR واحد وش يسأل مقاومة معني هي VR واحد. على مجموعة المقاومة. VR واحد زي اثنين. في VCC. هذا هو قاسم انجل. سهل. ما في حتى اشكال بسبوزة كما قانون اوم. كما آآ قانون العروات. اذا. آآ. لو كان يمتلك دارة هذي. دارة هذي. وش هي اجمع. اخي مخطط. وحادي السي. هذي الدارة مغلقة ولا مش مغلقة? هذي الدارة. هاي جوه. مغلقة. مغلقة باش كما في VCC. رايح الجيان. ايوة. والمقاومة R واحد وR ثنين على التسلسل ومشي على التسلسل. على التسلسل. على التسلسل. معناتها مجرد مقاومة على التسلسل يطلب مني جود. والله ديما خمام في قاسم انجو. اذا لو كان يقول لي هنا احسب في ار ثنين. وش يساوي في ار ثنين? يساوي المقاومة المانية. هي ار ثنين. على مجموعة مقاومة هذا الفرق. وش هما? ار واحد زايد ار ثنين. هاكي. الكل في واش? جهد المسؤول. اللي هو ال VCC. صحي. صحي. اروحوا في ار واحد. احسبوا لي في ار واحد. وش يساوي في ار واحد? ار واحد. مقاومة المانية صحي تو ار واحد. ايوة. على مشموعة مقاومة الفرحة. صحي تو ار واحد زايد ار ثنين. صحي تو ار واحد زايد ار اثنين. الكل في واش? في الفي سي. ايوة. هذي بنسبة كيمدلك مخطط احادي. احادي السيك. ماشي معنا تظل تحول في الدارة بمغلعة. بسيط. هكذا اسهر. تحاولوا تخطو بذي المخطط احادي السيك. صحي. وهكذا هذا هو قاسم الجوم. روحوا لي بعدها تمارين الاول. ايوة. ربي يرحموك عليه ان شاء الله. شكون هذا? شكون هذه الشخصية? نوري. نوري. نوري ربي يرحموك عليه. نوري اوش هيقلكم اراكم عاجبيني ما شاء الله. قلقكم قدام ان شاء الله. باذني لا تجيبوا معدلات زينة ان شاء الله. ذا كونش ما اطلوا منكم اجمعة. شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. وقفوا الفيديو. وحاولوا لي في هذا التمرين. وبعد ما تكملوا المحاولة. ماشيوا الفيديو وقارنوا ما بين محاولتكم. ومع اجابة نموذيجية. تعالوا. هاي شخصي. تفضل. هاي. كيف ماشي نحبش الفيديو? ما عرفت أنت متحبش الفيديو أنت متحبش. أنا ندير هذه الهضر. رغوا نقضر فيها. كنتطلع الفيديو في اليوتيوب. شغل واحد كنت مركز. يجي يخدم. يحبس الفيديو. باي حاول. باي حاول. باي يمشي الفيديو. باي يشوف المحاولات. متومان يبعثكم الذي يبعثكم. ايه صحي صحي صحي. صحي صحي. هاي. 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 هسه. المحاولات ونشوفوا الخدمات تاعكم وقارنوها مع الإجابة النموذجية تاع الأستاذ. هيا نبدأ. سؤال وش قلنا? سؤال اللي اعطانا دارة فيها مقاومتين وفيها عروة واحدة. واشطلب منا؟ وحسب التوتر بين الطرفين مقاومة. هيا نبدأ نخلوها. اذا في ارثنين نجمع وش يساوي بالقانون قاسم الجهد او قاسم التوتر. وش يساوي مقاومة المعنية على مجمع المقاومات في الجهد الكلي. اذا في ارثنين وش تساوي مقاومة المعنية وش هي? اللي ارثنين. على مجمع المقاومات. اللي ار واحد زيت ارثنين. كل في في سي سي. اللي هو اثناش فوض. كي تجو نعوضو خمسة على. جماعة عطوا النتيجة بلا ما نحسب. عطوا النتيجة بما انو ار واحد. ار واحد يسوي خمسة اوم. و ارثني يسوي خمسة اوم. بشيخة جيكة خمسة على هدير. في اثناشة خمسة فى خمسة روية. يخرج ستة فوض. يخرج ستة فوض. يخرج ستة فوض. عطوا هذه خمسة. هذه خمسة ستة فوض. او. خمسة خمسة مش ستة. خمسة. او. اذا نش تساوي خمسة. على خمسة زيت خمسة بس كل مقاومة تنفيذيش خمسة اوم. الكل في واش? في اثناش فوض. اثنان. الناتجة كده تكون? ستة فوض. ساوي ستة فوض. و انا عرفت ستة فوض بس كل مقاومتين متساويتين جهد عين قاسم. الجزء يروح الار واحد. والجزء يروح الار ثاني. هكذا. هذا بنسبات تماني الاول. تماني بسيط. شغول تفتحوا به الشهية. وتبدو تعودوا على واشة. على قاسم. كاش اسئلة في تماني الاول? نعندوا سؤالي. هكذا. هكذا. اروحوا لي بعدها. جماعة شوفوا معايا. لو كنجو نقيس الجهد عن طريق جهاز فوض متر. ها قطب الموجة بنوصله هنا يا. و قطب كوم واش نديرو نغلقوه على نغلقوه بهالدارة. وش يولي جهاز فوض متر على توازي باقيس الجهد. من بعدها نديرو اكبر قيمة وش نلقو جهاز فوض الشمد لي. فاكتلي ستة فوض. هكذا. يعني حساب بتاعكم حساب النظري يساوي او يقارب لتطبيع. فاهمين. تجريب. هيا راحوا للتمرين رقم اثنين. تماني رقم اثنين سويلة حرب بيش فيه ان شاء الله. وش راح يقولكم. رايق لكم وقفوا الفيديو. وحاولوا في تماني رقم اثنين. وبعد ما تكملوا المحاولة. ماشيوا الفيديو. وقارنوا المحاولة تاعكم. بالاجابة بتاعكم استاذ وصحوا الاخطاء تاعكم. ودونوا الملاحظة. اخطاء كي تغلطهم دونوا بما ما رجل يا شاء الله ما تعودوا. روحوا لي بعدها. بعد ما حاولتوا في التمرين. روحوا نحلوا التمرين رقم اثنين. هيا يا جماعة. رقم اثنين. رقم اثنين. رقم اثنين رقم اثنين شو تطلب مني. طلب منكم حيسي ابتوتوا بين الطرفين مقاومة ار ثنين. ماشي تلاحظوا هنا الدارة? الدارة فيها عروة واحدة. فيها ثلاث مقاومات. اه جوب بالطرفين ار ثنين قادل نحسبها بقانون اوم. قانون اوم مش يساوي. قانون اوم مش يساوي. يساوي ار ثنين في التيار كوية. ار ثنين عندي وتيار كلي نحسبوه. تيار كلي كنحسبوها جماعة. وش يساوي? يساوي على اير اكيفار. صحيح. نجمعوه في التار. نقدر نحسبوه بطريقة اه قانون العروات. احنا مدام انا نقرأوه في قاسم الجودة هنطبقه قاسم. ايه قاسم الجود. اذا اه نبدأ ونحسبوه. هذا هو الاتجاه التيار الاستلاحي. شكله ما تنسوش شكله الدارة. اذا في ار ثنين اجمعوه وش يساوي? مقاوم المعنية وش يهنا? ار ثنين هي في البصد. على مجموعة مقاومة فرق. قده كان هنا ثلاثة. اللي هما وش هما? هذا هما. اللي صحيح. ار واحد زايد ار ثنين زايد ار ثنين. الكل في واش? الجهد المسؤول عن تغذية تغذية هو في سي سي. صحيح. اذا في ار ثنين وش يساوي? ار ثنين اعطيها لي متين. تقسيم. ميتين. زايد ميتين. زايد ربعمية. اه جماعة نتيجاتها كيف حتكون? تكوني اعطي لي الاجابة بلا ما يحسب. شوفوا جماعة المقاومة ار واحد ار ثنين. شوفوا ار واحد ار ثنين. تساوي ار. ار همية. ربع همية. وهذه ار ثلاثة ار ابحضمة مع أنها تيد ستة فرد. وهذا مع بعضпper Richards تيدو. بما ان هذو متويين. ستة فرد ص 3000. اي seize تقسم على اثنين. اي seажи؟. اي اي there? اي. طاحت. اذا. بذي ار ثنين ساوي تلاية ربع همية. انا نتمنى ان شاه الله تقول بتختم بتحسيموا بärي التاريقة السريع. ان شاؤ الله. او. بليس بهذا السؤال بسيط. ما في حتى بشك هذي. ماشي هو? اه هذي مقسوم على اثنيين. ايه هذي اعطيتكم طريقة شفو. كيف انت عامل مع هذا? كتومون شيء تخدموا بقاسم الجودة. اوكي اه. بس احلم مع الخدمة كنت عدت تخدم بزيء قاسم بجود قانون او. ولي تخدموا. اوزي الحساب. الحساب. ايه. الحساب وش يساوي? ميتين. على مجمع المقاومات قد ها ثمانمية. ميتين على ثمانمية جمعة وش يساوي? ميتين على ثمانمية. يساوي مية على ربعمية. مية على ربعمية يساوي واحد على اربعة. واحد على اربعة. بيستيزي قدها اثناش. اثناش في واحد على اربعة وش يساوي? ثلاثة فوض. وهذه الطريقة اللي اعطيتها لكم. هي في ارثنين يساوي ثلاثة فوض. اجماعة شو تحسب تظلم اشتوش? اجماعة حاولوا تنقصوا من اله الحسابة. كتلقوا حاجة تفضل تحسبها ببرسك. احسبها ببرسك. لو تحسب اله الحسابة بها ميكروب بصيصورة تاعك يولي خيفي يولي يعالج معلومة بسرعة. هكذا متاهين عليها. نقصوا من استعمال اله الحسابة. كتلقى خامسة زيت سبعة لا تحسبها بألا حاسبة. انا اشتناسب ازاي يحسبوا اله حاسبة خامسة زيت سبعة رح يحسبها بألا حاسبة. حاولوا تحسبوا تومة. متفاهمينا? هذا بنسبة لوجه تماري اثنين. كاش مكن سؤال بتامارين اثنين. نكملون. نكمل معي. ايوة حضركوا بتامارين بدأت بديتنا نصعب لكم فيها بمية حاجة خفيفة ماشي حاجة صحيفة. جماعة عطتكم بتامارين الثالث. اه هذا شكون? ايش حق? حملاوي. حملاوي صحيح. ايوة رجلاوي صحيح. رجلاوي اش هاي يقولكم? يقولكم وقفوا الفيديو وحاولوا في التامارين. وان شاء الله كيتكملوا ومشيوا الفيديو. ونتمنى لكم ايجابتكم تكون صحيحة كما ايجابة الوستف ان شاء الله. رجلاوي هي يقولكم يا بل لكم يجيبها صحيحة. هيا يا جماعة. هنا كنين ثلاثة صحيت. العروة الاولى. هاي ورا هي. العروة الثانية ورا هي. والعروة الخارجية. نخفيها. 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 صحيت. لي حبي يخدم قانون العروة. صحيت. هاي نبدأ السؤال تعنا. انا احنا نجسدكم قاسم الجهد. كان يخدم قانون اوم. ربي سهل عليه. كان يخدم قانون العروة. ربي سهل عليه. انا حبي جسدكم قاسم الجهد هنا يعني. بفكر جديد. بس كنا متأكد. جماعة بزا موش فهم يتقاسم الجهد. عام بالهم كيقعد عندهم مصدر جهد يطبق. لو كان ما يمداش مصدر جهد ما يطبقش. ها قدار. شوهما يحسب الجهد. ايه شوهما معي. هذا وقت شو كان نحسب. نحسبكم قاسم جهد بحط طريقة جديدة. جامعة شتوبة لكم. خليل اللي يشايفينها. هاي نبدأ وجماعة. اه قال لك احسب توتو بين طرفي المقاومة اير ثلاثة. يعني قال لك احسب بي اير ثلاثة. احسب هذا. اذا نجمع لو كان نطبق قاسم الجهد. الار ثلاثة اه ربعة. وش التسلس. ما عندك يعود على التسلس. نقدر نطبق قاسم جودو ما نقدرش. نقدر نطبق. صاحيتو. اذا اعطوا لي الار ثلاثة وش تسيب قاسم جود. هيا. واحد ار ثلاثة. صاحيت. على ار واحد زي ار ربعة ار ثلاثة. لا لا خطأ. شوفوا معي. ايه اجمع. 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 صاحيتو. خلال جوكو خلال بالعقص. بلوش قدكم جهد المسؤول عن تغذيتهم. في هذه الحالة اهنا قاسم الجود. اه راح نحسبه بي ار تلاثة. وش يسوي مقاومة المعنية وش هي ار تلاثة. لبجموع المقاومة الفرع هاد ها وراء الفرع. اللي كده فيه مقاومة هذا الفرع? واحد اثنين. اللي ار تلاثة ار ربعة. واللي ار اثنين وش نعتبرها ونعتبرها هي اللي يتغذي فيهم هي اللي يتمدلهم الجهد. بس همون اللي موصلوا عليها هذة. هي اللي هتمدل في عقدة. صحيتو. اذا وش يسوي ار ثلاثة على ار ثلاثة زيت ار ربعة في واش اجماعة? في واش? في ار ثلاثة. في ار ثلاثة. اللي تتلفلو. يا جماعة. تغذية. ايو كأنه هي المسؤولة عن تغذية نتاح. اللي تتلفلو ينحي ار ثلاثة ويسميها. يسميها اه مصدر جهد في ار ثلاثة قيمتها. صحيح. هذه حاجة جدا لكم انا مش جديدة. جديدة. جديدة وسهلة. قادر قادر بهذه تعاونكم. نقول مثلا يمدلك في ار ثلين يعطيك قيمتها يعطيك مقاومة. قد تحسب في ار ثلاثة وتريح. صح ولا لا لا? لما تدل قانون ار ويت بلا قانون. اعمل عليها. كش ما كان واحد عنده سؤال? ايو يريد. لا لا تماشا. نكمله صحيتو. اذا نكمله في ار ثلاثة. ار ثلاثة عطاها لي. ار ربعة. عطاها لي. في ار ثلاثة عطاها لي. ار ثلاثة عطاها. ايوه عر والولة صحيتو. بس كل عر والولة لا عر والولة. في سي سي. كاينة. وفي ار واحد كاينة. نقدر نحسب في ار ثلاثة ونقدر نحسبها. اذا نخدمه بعدها استقطع بيت تعال جهود. استقطع بيت تعال لناوك البعمل عكس الطيار. ما بعدها نديره عروت. اذا امنوا من قالوا على عروت شاقول نعم. aesthetics. مجموع الجهود في دارة ملقايز. واحد ناقص درacoين. ع تسى طو session. اذا 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 بي سي سي ناقص ناقص. ناقص. خرجوا لي في ار ثلاثة واش يومي في هذا الحل.難怪 اذا لتي حدوا في اللي. وش ما لي في ار ثلاثة واش سي سي ساوي؟ بي سي سي نقص زروا واحد هايور هان كتبتا هنال هان كتبتا هنال اذا بي أرثين وشي ساوي بي سي سي كدع طهنال ربع وشي نقص نقص ربع وشي نقص نقص اذا نجيت المجهولة انا انا منجيتوش اكا انا اعضوا في بي أرثة اذا بي أرثة وشي ساوي بي أرثة جمعة قدة ساوي ربع كيلو ربع كيلو اوم حولوها ايوه منجب ايوه ربع وشي ساوي ايوه في عشر قوة ثلاثة كيلو وضعها ايوه في بي أرثين كدع جيتها كدع جيتها جماعة كان ملاحظة كان ملاحظة كان شخص واحد اخر ميحولش من نتيجة تخرج صحيحة على قاد نجدها ربع كيلو اوم على ربع زين فنين في البسط وفي المقام كاين كاين عامل كيلو اوم على كيلو اوم كاين لا يصر لها ايوه ايوه ارثة صحيحة انا بالعين حولتها بها دي ما تبقوا تحولوا الواحدة الدولية صحيحة ما ترحل ربع يلاف مع الرابع الاف تقولها الفين في ستمية ربع عرب عاد شوة ربع عود عود ربع عاليف مع ربععاليف وما بنتم زي لو كان جيت هنا في وشي وعام المشركة ربعاليف مع ربععاليف تروح بصحنا قلك ربعاليف زيد متين واشتوى اللي اجمع هذه بي ربعاليف على ستمية خلق. وحسبوا النتيجة. ربعة على ستة. ربعة على ستة. تساوي ثنين على ثلاثة. ستة في ثنين. مع انتها ثناث. اتساوي ربعة. ادن تساوي ربعة بور. اينا. ثلاثة تساوي ربعة بور. شتو كالين نحسب شتو كالين نحسب شكالين نحسب convinced لازم تعودو 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 تحسبو هذي ربعいうこと على ستة الف ربع كل مه التخزي اثنين على تلاتة اثنين على ثلاتة ما تقبل الاختزال كتاب amen شتو لازم تقول سراعة تعل الحساب700 هذا النسبة التمرين رقمها تبني رقم كدة? 3. كش ما اسألة بتبني رقم كدة? اجماعة اللي يحب يحسب VR 3 بطرق اخرى كيف يحسبها? يحب يحسبها قانون العروات عروة لولا. عروة لولا. ما تساعدوش يولي يخدم عروة لولا وعروة ثانية وتولي عنده جملة معادلتين وحل جملة معادلتين. شتوك صعيبة او مش صعيبة انا. قانون العروات. تولي طول خدمة تولي عندك جملة معادلتين تحلها. صعو لا لا. تدي الوقت. تدي الوقت. صعو شو ادركوا. كش ما كينا صعو اضع. خدمتها بكل? خدمتها بواش? كل بساط. شتو. ويت فضل. الحساب بارك تاع اه في ار ثلاثة احب. ها خير. ما عاليش? حاب تحسب الطرقة تاعي. بلاي حاسي باع. ايه. لالة بالالة بطرقة. هاي شوف معي شوف معي. شوف الاختزال وقتها يكون موجود. وقتها تختزال ربع الف مع ربع الف. كتعود ربع الف فيه متين. تكامل في. تقدر تخرج على من المشترك وتختزل. بما انه كينا زيد هنا انسى انك تختزى ربع الف مع ربع الف. تفاهمين عليها? وشو اللي تديه? المقام اجمعه. اجمع لي المقام. ربع الف على ستلاث. ربع الف على ستلاث. ربع الف كده فيها ستلاث. اصفا. ستلاث قده فيها السفر. الاصفا. ثلاث اصفر ما اختزلهم يختزلوش. ربع الف شوف ربع الف هي ربع في الف. وستلاث وش هي هي. ستة في الف. هل في الف. ترح ولم ترحش? الف مع الف. واش تبقى? ربعا على ستة. سهلة. ايه. ربعا على ستة تقبل تختزلوه ما تقبلش. تقسموا على اثنين اثنين في زوج. تقبل. اثنين على ثلاث. ولي اثنين على صاحي? ستة ضربة في اثنين. اثناش. انا نقسمها على اربعة. اه على ثلاثة. اربعة. اربعة. هذه هي الطريقة. قابة ذهني. حساب الذهني. ها هي ساقصي. وفضل ها هي ساقصي. انا بكم جي لكم. حساب ها قاسم التوتر. عليش مدينش اه بر ا ا ا ا ا ودين اه بر دو. وشي هو? اه في اه في قاسم الجهد. قاسم الجهد. هي قاسم الجهد. الار ربعة وار ثلاثة اخي على تسلسل. اه. ايو. مش كل مسؤول عن تقضيتها. مش كلها يمدهم الجهد. باش هم مربوطين على التوزي. مش كلها يمدهم في الجهد نفس الحال. وكأنه ار ثلاثة الجهد ليوصلها هو اللي يتوزع لهم. معانتها هي اللي تمدلهم في الجهد. يعني القيمة ار ثلاثة وار ثلاثة وار ثلاثة. مربوطين على توزي. مربوطين مع ار ثلاثة. وكأن ار ثلاثة هي مصدر الجهد ليهم. ولكن طبقها بقانون ار ثلاثة صحيحة. ار ثلاثة نجمع وش يسير. ار ثلاثة صح ولا لا لا. قالوا العروات. ايه. اوكي. هيا يجمع. مربوطين على التوازي. على التوازي. على التوازي. ندوها. ندوها هي وتعتبر مصدر جهد لي. عقدان. انا بتأكد. مربوطة على التوازي معهم. ايوه صاحب. صاحب. فكرة جديدة هذ. وان شاء الله تشوف افكار بالسعر. تشوف الكهرباء بواحد طريق. اما كنتوش تخيلوها. بتلقوش حتى في لايستاعكم والاسيطين لتاعكم. وانا في المينة الصحيحة. هيا. رحوا التمرين الثالي. هيا. اه شيء. اه شيء. اه شيء. اغيت فضل. السيدة عاودة رجعنا التمرين ثانين سيك شيء. شيء مقدرون نخفيو ار ثلاثة كما كبير. ونديرو اه. عاصبه. بلع بلع بلع. قامتزر بنش. ار ثلاثة. هذه هي. هل هي التمرين ثلاثة? لا 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 التمرين هذا اللي كنا نحلو فيه. اه اللي كنا نحلو فيه. هذا. ايه هذا. هيا. اتفضل. نقدر ونحلو هذيك ار ثلاثة. صحيحة. صحيحة. هاي. بديت تتخمم. ما شاء الله على ذلك. زميكم اش قال لي? قال لي أستاذ نخدم بالعروة الخارجية. صحيحة زميكم ولا مش صحيحة? صحيحة. ايه وش تولي. عروة الخارجية شوالي. ايه عروة الخارجية شوالي. ايه عروة خارجية شوالي. ناقص في ار واحد. ناقص في ار ربعة. ناقص في ار ثلاثة. وش يسوي الصفة. صحيحة. هذي يعطى لك جهة تاحة. هذي يعطى لك جهة تاحة. بصة هذي ما عطاك جهة تاحة. شوية تعبت ودي زي تتحوس على جهة تاحة. اوكي. اه. اه. شو يا فلاك مش هذي كنت قصت لك. قصت لك نخفيه ار ثلاثة. اه. ونحسبو في شو نخفيه ار ثلاثة. اه. افهمتك. حابت قولي باللي لك نخفيه ار ثلاثة و ار ربعة و ار واحد على التسلس. هكذا? ايه هون حسبو في ار ثلاثة. ايه عليها اكس. بير عليها اكس. حاطة. بصو ار واحد و ار وراء التفارع. شوف تفارع هذا. انا اعرفتكم نخفيها ما نقلتش نحبه. ايه و او الحل. خيط. تفاهمين? ايه. 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 ايه جماعة جماعة ذكو راح نكوبي ونعاود. بس كن بازلوا تسع دقائق بالما تصمتنش تمارينا رابع. اوكي. باكم كوبي. راحوا تمارين رابع. كما تميس كم منها تماني ثانب؟ إذا كش ما بقضية؟ يلا تخرجت كونكسيون عقصة يلا غالب. رأقتلقي الفيديو إن شاء الله في اليوتيوب بإذن الله لهمين مجبعة نحن نقوم بيه بنعرف السلام عليكم أستاذ هاية فضلي يسألي قلنا شديد بعوق ها فضلي وشي السؤال؟ أستاذ أنا بشراء أنا دا ونتخلت كوي لها مصلح ليش نتخل بشراء معلش بشراء مزلت واحدة اللي ثم تقايق تقدر تفتحي لها كم بتاعك بشراء؟ دوك قبلت نفتحها معلش ما تطوليش باسكم مزل ثم تقايق جماعة كنت سمع فيها هذه هي تلميذة تاعي بابون بشراء اللي هي متحصلة على أكبر معدل في سنة 2021 مناصفة مع تلميذة ويصال جابت نورمال مو ساعتاش فاصل ربع عشر أكبر معدل في الجيزة في 2021 البرشرة هاية راح تقدم لكم تقدم نفسها وراح تعطيكم واحد راح تليل هذا راك نصائح تعطيكم شو واحدة النصائح تتبعوها وكي تعطيكم فكرة على أستاذ بالعربي هاكذا بشراء نصائح هاكذا 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 جماعة هاكذا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بابون بو شرعب في المدرسة الوطنية العلية الإعلام الأهلي ومتحصل على بوكالوريا 2021 بمعدل 19.24 شعب التقنية الرياضي هندسة كهربائية كيفكم ومتحصل على العلامة الكاملة في الهندسة كهربائية أولاً نحن نهضر لكم على المادة الهندسة كهربائية اللي راكم تقرأوا فيها دورك ولي هي المادة الأساسية تعمى في معاملها الكبير الهندسة كهربائية أنا قرأتها عند أستاذ بن عربية محمد قرأتها عنده شعب تقريباً 90% من غير البكالوريات كل شيء كان عنده أستاذ بن عربية وبالنسبة للمادة الكهرباء شعب أبدأوا تقرأوها من بداية العام هي مادة سهلة بصح ما تتزوج بها ما تقولوا شيء سهلة سهلة وتخلوها اللخل أبدأوا تقرأوها من بداية العام وشوال تبعوش يعطي لكم أستاذ رح يعطي لكم كلش ومن بعد رح يوري لكم كيفية حلو البكالوريات ورح يمدلكم شوال أفكار لي مجاوش في كل وحدة إلى آخره والثاني والنسبة لنصائح أول حاجة نقول لكم هي أبدأوا تقرأوا من بداية العام نتخلوش حتى اللي يقولك أبدأ في جونبي ولا أبدأ في فيبري ولا حتى المارس أبدأوا من بداية العام هكذا ما رحش توقعوا في ذاك الفخ تعتولي رطار ولا في الفخ تعتنسى أبدأ في قداية العام رح تقولك كل مرة تعاود كل مرة شورك تقرأ وتعاود ولا مثلا الحفظ ستبدأ وتحفظ من مبارس سبتمبر ولا تبدأ من ديسامر ولا يعني مع الفصل الأول نعم بتحانية الفصل الأول هكذا رح تكون عندك فرصة بكل مرة تعاود شور كل مرة تعاود وش أحفظ هكذا ما رحش تنسى تقدر تحفظ يعني تقدر تبدأ من مارس وتحفظ تقدر تحفظ نورمال صح ما راحش تكون نتأكد انك بتنساش وش حفظ قادر تنسى وش حفظت تنسى وش حفظت ومتقدرش تعاون وسكو يكون راح عليك الحال والحق الباك وتاني بالنسبة للقراية ما تركزوش بارك على المواد الأساسية لأنه مواد الأساسية كما كهرباء رياضية والفيزياء صح يضمنونكم هذه أهم نصحة نعم صح هذا المواد يضمنونكم أنكم تنجحوا صح ما راحش يضمنونكم أنكم تنجحوا معدل مليح كما راحكم تشوفوا في هذول العوام الأخرى من اللي نحاول أوليوية التقنية كما تنجح معدل مليح شغل ما راحش يمدونك حتى تخصص ثم المواد الأخرى هي اللي راح تتعطي لك المعدل وقدر مثلا تكون صح مواد الأساسية تكون مواد جدهم مليح وبعد يجيس يجيس صعيب ولا أنت تخاف ولا ما تخدمش هذول المواد الأخرين شغل راح ينقضوك راح يسلكوك أقرأوا ثانية لغات خاصة لغات وما اللي يطيحوا أغلب تلاميذ أقرأوا لغات مواد الحذر كما مثلا الفلسفة فلسفة ما تستهزوش بها هي مادة مهيش صعيبة يخوفوكم منها هي أحلى مادة نورمال نعم ما عليك زيت كم يخوفوكم منها هي مادة عادية خاصة في العوام الأخرى العوام الأخرى واللو يمدوا فيها أغلب اللي نعرفهم يعني اللي قرأواها اللي قرأوا المادة أغلبهم تدوا فيها مليح كما احنا في الباكة تقريبا تقدر تقول قسمة تقنا كل طلع الفلسفة وكما قلت لكم بتاني اللغات أقرأوهم الباكالوريات كانت ما تستهزاوش حلوهم خاصة لعوام الأخرى من 2015 وطلع بالنسبة للمصادر كان مواد لي تقدروا تكتروا فيها المصادر مليحة كان مواد لي مكالة تكتروا فيها المصادر كما مثلا مواد أساسية الرياضيات ولا فيزياء تتحكم مثلا مجلة وتحل هذه المجلة كاملة شوال خلاص سيتكفيك تزيد معها الباكالوريات برك لأن هذه المجلة ستجي بالتدريج ولا تحل مع الأستاذ في اليكور ولا في القسم وكين مواد وحد نقرأ مليحة فيها تكتر المصادر كما مواد الحفاظة وكما الفلسفة كل ما تكتر فيها المصادر مليح مثلا الفلسفة أنا كنت كنا قرأ مقالة شوال نقرأها في القسم ومم بعد روح نعودها عود نشوفها عند الأستاذة على اليوتيوب تقريبا كامل بس كل ما تشوفها عند أستاذ جديد رح شوال رح تلقى حجاج جديد تلقى مثل جديد لآخره وحيقول له عندك معلومات كثر نفس الشيء بالنسبة للتاريخ والجغرافيا ما اعتمدش على على كراس واحد ولا على كراس بيسم الله ملخصة أستاذ واحد هذه كنت نشوف عن شحال من أستاذ وشوال معلومة لي مكانش في واحد نجيبها من عند الأخر وثاني ما تعتمدوش على الحافظ هكذا يكبرك شوال تبدأ تحفظك ببغاء حاول تفهم وشوالك تحفظ لأنه ثاني في العموم الأخرى السوجيات ما وليوش يجو حفاظها طول كما تشوفوا دخلوا تقرأ وتشوفوا اللي سوجيتها شريعة شريعة صح نتبننا مادة حفاظها صح كون شوفوا شوال السوجيات كتكون حافظ كلش وماكش فاهم ولا ماكش عارف مرمو هدا مكان زي بيدي بشرة مزلت دقيقة وزيلا اللي عندي السؤال يسأل بشرة حتى تخبرني ما كم نتبع أنا نشوفه في كتبه هاي يا جماعة سلام سلام وعليكم سلام نقدر نسقصيك شنوة تخصصك ديارته في الجامعة عدرك عني دائرة إعلام آلي دائرة مدرسة عمليا الإعلام آلي إيزي الله يبنك تاني بالنسبة لمادة الكهرباء شوال أقراوها ما تقرأوها لجال نقطة برك أقراوها صح صح نذكر رح تحتاجوها من نوجي مهما كانت خصوص اللي تديروها خاصة تخصوصها بتقنية M-E-S-T-E-Z تديرو إلكترونيك هذو كان مرح تحتاجو فيهم الكهرباء أنا اللي عملي فات كان عنا دو موديل نحتاج فيهم الكهرباء ومام هذا العام منزلنا نقراو إلكترونيك ثم سهلتلي بزداد هاي جمعا نزلت تقيقة هاي اللي عنده سؤال هاي المصادر اللي قرأت منهم اجتماعيات وشريعة اجتماعيات كنت نشوف من كراص القسم اجتماعيات بالشريعة كنت نشوف كراص القسم هو المصدر اللوه الغائسي والحوج اللي بكنش في كراص القسم الاجتماعيات كنت نشوف مع محمودي عادل والأستاذ بورنان وشريعة كنت نشوف ملخص الأستاذ ست اسمه نشوفه ونعود نجي نقول لكم عني السلام عليكم مرحبا تسواعي فيها بشرة بشرة بارك الله فيك وربي وفقك إن شاء الله وبإذن الله في خدمه يجيبوا معدلات زينة ويجيبوا معدلات ماذبين إن شاء الله فوق التسعتاش جماعة ماذبين اللي قبزة يجيبوا فوق التسعتاش والله اللي حبي يقرأ والله يجيبها عادي كمير بشرة ما شاء الله كانت مباضبة منطبطة كانت فيها حاجة مميزة ماذا هي حاجة مميزة في بشرة ماذا هي حاجة مميزة مشتا حتى تنميلها جماعة شكرا لها دير فوضاء جماعة ماذا هي الحاجة مميزة في بشرة أنه جامي تبخل نتفكر واحدة نهارة في القسم كانت واحدة جديدة جامي قرأت هندسة كهربائية وقرأت بالمراسلة حياتها قم بلي مراسلة وطلعت البكالوريا قاعدت مع بشرة وبشرة كانت تعاون فيها بزيف وهذه الطفلة ما عندها حتى معلومة حاجة مميزة في البشرة جامي بخلت وعلى هذي ربي أعطى لها قد قلبها هاكذا على هذي تومة ثانية العلم ما تبخلوش بيجمع اعطارك شما حاجة ويجيك واحد مدهاله كل ما تمد ربي رح يمد لك هاكذا ما تبخلوش بالعلم تفاهمينا شكرا بشرة رب يحفظك وبرك الله فيك ملاقة خير إن شاء الله تحب يتكملي معنا الحصة وتسلي أسئلة أهلا وسهلا بك هاكذا جماعة وين وصلنا وين وصلنا وصلنا تمارين رقم أربعة هاكذا وقفوا الفيديو ومن بعد حاولوا في التمارين ومن بعد هكي تكملوا المحاولة مشوا الفيديو وقارنوا هذا أخب تمارين مزالوا زوج مزالوا زوج ما أبقاش بالزوج ما أبقاش هاكم تشوف هذا سييد ماذا بدتكم هذه السرعة لبالي وش الله ساريك وزبروا شوية ازبروا شوية اوكي ادركوا قاسم الجهد شكرا فكرة جديدة هادينا نعطيكم أفكار جديدة هاكذا هيجمع روحوا التمارين هذا نحلوا هذا التمارين التمارين هذا وش طلب مننا وش قلنا قال لك أحسب التوتر بين الطرفي المقاومة هذا قال لك أحسب VR 2 ومن بعد هسؤالي يبعله قال لك أحسب شدة التيار مر عبر المقاومة R3 تفاهمين عليها هايا نبدأ حساب التوتر بين الطرفي المقاومة اللي هي وش هي اللي هي R2 اجماعة شوفوا R2 و R3 وش هاكم تلاحظوا على التسلسل R2 و R3 على التسلسل ومش يعني التسلسل يمر عليهم نفس الطيار مرم معنى التسلسل وش يجي في راسي وش يجي في راسي قاسم توتر قاسم توتر قال اللي يخدم قانون العروات ربي سهل علي قال اللي يخدم قانون اوه من ربي سهل علي احنا ديما نخدمه قاسم الدول طيب إذا VR 2 جماعة VR 2 وش سهل يعطوا لي إجابة VR 2 مقاومة معنية VR 2 VR 2 زي 4 هاي كم نوع في فيزين فيزين صحيت وفيزين صحيت وذي ما رفقتوا لها هاي وقت إذا VR 2 وش يساوي يساوي مقاومة معنية اللي هي اللي احنا حسب جوتتها اللي هي VR 2 على مجموع الجهود تعال فرع هذا جماعة مجموع الجهود تعال فرع هذا مع رأي كي نفوضها كي نفوضها جماعة هاي يبقوا لي خليتهم هيبة وخليدة صحيح هاي جماعة شوفوا معي VR 2 وش يساوي مقاومة معنية وش هي VR 2 على مجموع مقاومة الفرع SQR واحد ندخلوها مهي ما ما هو فرع هذا إذن هذا الفرع كنت في مقاومة في زود اللي هما RTT وR3 صحيح الكل في واش الجهد على تغذية هذا الفرع اللي هو VZ أخي على باكم في زين كي يعدني استقطاب عكسي موصل على التوازي وش وظيفته ينظم الجهد العنصر الذي يوازي معنى مهما تزيد الجهد VCC يبقوا هذي المقاومتين ديما جهد تحمي يساوي 4.9 إذن 4.9 يتوزع على مقاومة A2 وR3 إذن وش يساوي المقاومة المعنية R2 على مجموع المقاومات الفرع وشي هما R2 زيد R3 في جهد المسؤول عن تغذيتهم اللي هو VZ عاوضوا R2 قد أعطيها 2 كيلو أوم تقدروا ما تحولوش عادي على 2000 زي 4 كيلو أوم 4 ألف بس كولي ما تحولوش عادي كيلو أوم تختزل مع كيلو أوم هكذا من بعد هايكل في واش VZ ممكن نحسبوش نلقوها نلقوها واحد فاصل تلاثة وستين بور إذن VR2 وشي ساوي واحد فاصل تلاثة جماعة شكني يعطي لي جود VR3 هيا بسرعة بلا ما يخمم هيا بسرعة R3 يا جماعة كونوا أذكية مدام هذي بلا أقل بلا أقل هذي هذي صحي وش نستخدمو قانون قانون العروة صحي قانون العروة بس كوليها جماعة مداما هذي هذي فيزينة عندي هذي عندي فيزينة وهذي حسد الجود حقيتها واحد فاصل ثلاثة وستين إذن الجود اللي يبقى R3 وشي هو هو VZ ناقص VR2 قانون العروة إذن هذي هذي حسمتها بقاسم الجود هذي تبقلها قانون العروة تفاهمين تفاهمتو كي أعطلك ثنائزين ثنائزين كي يعد مربط عن مقاومات وشي واللي وكانوا ينضم لهم الجود هو المسؤول عن تغذيته هكذا رحل سؤالي بعده سؤالي بعده شو قلكم أجمعها شو قلكم أحسب شدة التيار مار عبر مقاومة R3 وشو القانون اللي نبدأ بها جمع مباشرة R3 صحيح باسكولا R3 خي عندي مقاومة تاحها والجود خي حسبت بقاسم الجود إذن وشي نقوله هذا والتيار E1 خيشتو هذا والتيار E1 كي وصل نقطة جزء وين يروح يروح ثون EZR وجزء الثاني وين يروح مقاومة R2 R2 صحيتم VR2 وشي يساوي يساوي مقاومة الداخلية في التيار الذي يجتز سميته E2 عيوة إذن E2 نجمع وشي يساوي VR2 VR2 وشي يساوي واحد 1.63 بوط على R2 لازم نحولوها هنا لازم تحول أكي بتلقى قيمة بالأمبر إذن 1.63 على 2000 وشي يساوي 81 أمبر طيب أهلا 1.63 3.3 1.63 4.53 3.63 3.63 4.53 4.53 5.53 5.53 اي اثنين زائد اي زينر. اذا اي زينر وشي يساوي تيار كلي اي واحد ناقص اثنين. بهذه الحالة كيف مدلك هذة السؤال? عاكم تفاهمي. ها يروحوا. ها ما بقاش بزاف. اذا تياروشي يساوي جماعة. جيتوا صفة 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 واحد وثمانين امبير. كن حاولو هالامبير نقسمو على الف. وشي والي صفة فاصل واحد. اه. لو كان نحول هال ملي امبير. هيا يساوي نضربه في الف. يساوي سف فاصل واحد وثمانين ملي امبير. صحيح. بسكم من امبير. ملي امبير. نضربه في الف. كم امبير. صحيح. يا شير. اي تفضل. امكازة ما فكم بو ورانة ريبوندي وتحت النازمة كيمانا هنفلوك الكلو ثلاثة لي ويت فرقل كنز فو ديس. بوصن سموانكات. اكتبه كما راحي. اكتبه كما راحي. ماشي شارب تكتبها ملي امبير. صحيح. عادي. انت دي ما ركزها للا واحدة دولية. في الاجابة الموادجية هدف دول واحدة دول. كي تحب تحولها جزء والله مضاعف. هذي حاجة ايجابية من عندك. اوكي. 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 اوه. ايوه. اجماعة هذا قيكم. هذا سيد قيكم لو كان ما تحضلوش هذا التمرين خلالت عليكم. وش هاي يطلب منكم. قيكم وقف الفيديو. وحاولوا التمرين. ومبعدها قارنوا ايجابتكم بالاجابة تعالبوستاب. وصح والاخطاء بتاعكم. بخوفة. ايوه. هذي الهضرة اللي نعض لكم فيها جماعي. جماعي يتفرجوا في ديتو. تاهمينا. انتو ما نبعثكم صور. وراكم حاولتم. اغلب الناس بعثوا لي المحاولة. اللي جوجد. اه مرة جايقوا يبعثوا لي المحاولات. في قناة تيليجرام بتاع مناقشة التمرين. هكذا? ايه. صحيتو. هيا نبدأ نحلو هذا التمرين. بعد ما حاولته. فهذا التمرين اجمعنا. تمرين الخمسة قال لك احسب توتر بين الطرفين المقاومة ايرتلاثة. وراي ايرتلاثة. هذي. علما الهداث لديود مثالي. جماعة. وش وظيفة اديود كاد موصولة على التوازي مع اناقل اوم. استقطاب مباشر. اه قاطعة مغلقة. صحيتو قاطعة مغلقة. يولي السلط. اذا هذا التيار. هذا التيار كي يجي هذه النقطة. يلقى طريق فيه مقاومات. وطريق يلقى السلط. وش يختار التيار? يسلك ديود. اذا اجماعة. تيار كهربائي. بس اديوها من عندي ملاحظة. تيار كهربائي مثل الماء. الماء. يتعرف الماء. الكهرباء كاملة مستمدة من جسم الانسان. مستمدة من ضواهر طبيعية. هذه التكنولوجيا كل جابينها من جسم الانسان من ضواهر طبيعية. اذا الماء. الماء مثل التيار. يلقى يلقى طريقة نجمع. يلقى هبطة ويلقى طلعة. ما وش يختار في هذه الحالة. هبطة. صحيتو. كما هنا التيار. يلقى طريق فيها المقاومات. يلقى طريقة مرتفع. حلم اني راح. سي. زينة. الديود. هيا. حتى زينة. جماعة. حتى زينة. ندروا استقطاب مباشر. راي يخدم كم ديودة. استقطاب مباشر على التوزن. راي يخدم كم ديود. استقطاب عكسي حاجة اخرى. نا نقصره ديما باش نقصره ديما نقصره بالديود. هيا نبدأ نحلو التمرين. نبدأ نحلو التمرين. التمرين الخمسة قال لك حساب التوتر بين الطرفين مقامة ثلاثة. علما ان ثنائي الديود مثالي. اذا شو شو شا هندير شو شا هندير شو ما ديما انبسط الشكل ديما انبسطه. ولي عنده مشكل في الدوائر هذو. حاول يبسطهم يختم ريح. شو شا هنديره. تيار هذا كي يجي يمشي. يوسط نقطة هذي. وش يلقى ديود. استقطاب مباشر. لازم ديود استقطاب مباشر. واني يروح. يروح للديود. وبعدها من يروح الآير ثلاثة. اذا المقامة. ها ديود. وش ولا? قطيعها? مغلق. هاني قلبتها سيك. والآيرت النجمع شو ش درت لها? شو ش درت لها? تقصر. ايوها تقصر. شو ش درت لها? نحيتها. شو درتها. هايو. شو تركيك فيه ولا? شو تركيك فيه ولا? وكان ولم مقاومتين موصلتين على التسلسل. وبما انه مقاومتين على التسلسل. وش يجي في راسي? وش يجي في راسي? عاسم التوت. صاحتو. اذا في ار تلاثة وش يساوي جماعة? المقاومة المعني وش هي? هل هي ار تلاثة صحيتو? على ما سيقولها المقاومة الفرقة? كان يزوج اثلاثة زيد اير 1 اي اير واحدة ركزهم. اي اير واحد اي اير واحد زيد اثلاثة في الجهد المسؤول عن تغذيتهم بسي سي سي. بسي سي. بي سي سي ربعة وشرين فوت. صحيح. بعدها نديروا تطبيق عددي. ايوه. وش توازن? ثلاثة قداطة هانا. ربعة. ربعة. اللي حب ما يحولها شي عادي بص هو تختزل. انا نحبكم دي ما تحولوا بما تتركزوا ما تغلقوش. اوكي. ربعة لها. عالا. 20 كيلو اوم هي الفين. ربعة كيلو اوم هي ربعة لها. في الجهد. قداطة هانا جود. من الوحدة دولة. 24. 24. احسبوا لي هذه النتيجة على حسب بسرعي. 16. جماعة ربعة الاف على ستة تسوي ربعة على ستة. ربعة على ستة تسوي اثنين على ثلاثة. ربعة وشي في اثنين. اوانية ربعين. اوانية ربعين على ثلاثة تسوي. 16. صحي 16. صحي 16 موت. كيف سؤال هنا يا. كم هناك خامس. شوى. مقاومة لش خسرناها. لا خسرناها. هاي نعود نارشانة. هاي. شوف تركيبي. قعطاني هذا تركي. اه. اه. ديود في وظيفة انت او كيقعد على التواز في الاسبط بالمباشر. كيف يتميز ديود. كيف مقاومة ديود الداخلية. مقاومة ديود الداخلية. خلال السفر. هاي. مدام تقول السفر شي اعتبر ديود. وكأنه يعتبر سلك. سيكه ول مقاومة تعود تقول ايه السفر. سعو لنا. اذا هاي. هدا تيارة لدي أعطيتكم بلاو الأسرة. هذا تيارة كي يوصل لنقطة هذي وشي يجد طريقين. طريقة الاول في المقاومة كبيرة. طريقة الثانية ديود مقاومة يقول للصفة. ماذا يختار؟ يختار الطريقة السهل. اذا ماذا يختار هذا طريقة مقاومة هذي؟ يختار ديود. اذا مقاومة هذي ارض نيني موشي سيصرها لها؟ هل يتكلم مرة لها تيارة ولا ما يمرش؟ ما يمرش؟ ما يمرش؟ يعني هذي وشي سيصرها؟ تقصر. هل يعني أنا وشي قلتكم وكأنه مكانش عن حيطة؟ وهذا الشكل يجيب هذا الشكل. تركيب ولا بهذا الشكل؟ شتكيه ولا؟ من بعدها نحسبه بـ R3 بما أنه R1 و R3 على تسلسل؟ دائماً يقولون ديود مثالي ولا غيره؟ حتى يقولكش مثالي ووظفته قصر. بسكو حتى مقاومة داخلتها وضعيفها. دائماً يكونش مثالي ومدراكة؟ تعوضوا بمقاومة صغيرة. تولي مقاومة على تسلسل. تولي تولي R1 هنا أرسم مقاومة ها شاو فحنا أصلكم مقاومة ها. دائماً ماشي مثالي وما راح أغير حتى حاجة شاونا؟ دائماً مثالي وغير مثالي. دائماً غير مثالي ها ناصل مقاومة. مقاومة ها شو سميها؟ مقاومة R ديود. طيب. وشو ولك R1 وR ديود وR3 وشو بههم؟ على؟ تقسسوا. إذن VR3 وشي يساوي VR3؟ بالقاسم الجهد وشي يساوي؟ مقاومة معني R3. R1 R3. R1 صحيت. زايد. طيب ما نشفعم تعني ثالي. R ديود. زايد. عن جريب. زايد R3. تكون شو ماشي؟ في VCC. تغضل وشي هو سؤال تعني؟ يقولك مثالي. كي يكون مثالي وغير مثالي نفس الشي ما يأثر؟ شو بلا؟ كي يعد مثالي وغير مثالي تعطيه ضعيف مهمة. بس كوليه. كما اكلتها مقاومة ربعة كيلو اوم. وديو تلقى 0.01 اوم. 0.01 اوم تبين معها ربعة كيلو اوم؟ جاوبني. ماذا طب. يمكن مثالي نعطيك. ما كي يكون مثالي وغير مثالي نديرو هاكذا؟ تقريبا كيف كفاية ما يتغير والو. صحيح. نسل لك سؤال. نسل لك سؤال. هيا نسل لك سؤال. نسل لك سؤال هاي. يمكن نعطيك تبسي شربة. مليان. اه؟ تخيل ذلك. نجيب لك مغرفة تاسعة. نقول لك كل مغرفة. كليت مغرفة. كليت مغرفة. كليت مغرفة. كليت مغرفة. كليت مغرفة. كليت مغرفة صغيرة. كليت مغرفة. سهلا جماعة. ايه يا سلام. كملوا. كمل كمل. اه حصة راي مليحة راي عجبتكم. اه. اه. هاي نكمل. معني. تخضر. وش سؤال فعل? يا شيخ لو كان قلب الديون هادك. لو كان قلبو ديون. زي منكم سئلسوا. يا أستاذ لو كان قلب ديون. تعود جز الارد. بلعق النار. يا استم لك بلعق النار. يتصنف لك منش مزروبين. انا عزم لك ديود استقطاع العكس. بهذا الشكل. خيما اقدر. اه. يقول لي تيار هادك يوصل النقطة هذي. ديود في استقطاع بالعكس وش يمثل. يقول لي قاطع المفتوحة. يقول لي. يقول لي. يقول لي قاطع المفتوحة بهذا الشكل. إذا تيار هادك يهبط. يقول ليش ولل يأب يجي عليه وين يراه. ها المقامر مرامتي. نروح الار ثلاثة لو كان قولك احسب الجهد في ار ثلاثة هنا وشو يش يسوي في ار ثلاثة وش هو اللي يسوي هيا وش يسوي المقاومة المعنية وش هي ار ثلاثة على مجموع المقاومة تفرع وش هم ار واحد زايد ار ثنين زايد ار ثلاثة اهل كل في واش في كل صحيح صحيح هاورة سألو مش سألو كاعد استقطاب العكسي معنا كم عندي حطة دور على هذي ما يمدكش استقطاب العكسي صادوك واتفضل ار اتنين ننحوها ونديروا ديود استقطاب العكسي الشهر اه ديود استقطاب عكسي اصبر الله كناخدوك في حالة مثالية وحالة غير مثالية معلش زيروا بهذا الشكل هيا ما يمر الشطية اعتبروا هذي مكان شا طريق هذا مكان شا شا ăوا هكذا اه هنه اي احنا لبا يمر ش كيفاش هذي؟ دي ار ثلاث وش يسوي جه التحج معه كيعود استقطاب عكس يسوي zero بسكو الديود هذا وش يكون قاطعة مفتوحة بسكو استقطاب العكس هكذا كيفاش هذي كيفاش؟ قالك لو كنديروا ديود هذا اصبروا اصبروا كنديروا الديود استقطاب العكس كما راي هكذا كنديود استقطاب العكس وش يمثل ايه ايه وش تولي؟ قاطعة مفتوحة تولي قاطعة مفتوحة اذا ايش تولي قاطعة مفتوحة بهذا الشي ايش كو يمرتية سيفر سيفر ايه لازم نجاوز خطل التفرع نجد خطل التفرع لازم لازم لو كنديروا هكذا مقاومة نسميها مثلا هذي ربعة اذا هنا وش يساوي وش يولي قاطعة مفتوحة ومن يتعلي هون يروح الر الرابعة بعد الرابعة يروح الر ثلاثة اذا ايش تولي الر واحد ور ربعة ور ثلاثة وش يوم على الرابعة وش يولي الر ثلاثة ور ثلاثة على الر ثلاثة زيت الر رابعة زيت الر واحد كيف يتلت ايه كان سؤال واحد اخوز لاميك وثاني سألوا قالكم ان يكون جي ديوت بهذا الشكل استقطاع بهنا مباشر هناك كان مثلا مقاومة هذي الحالة وش يصراتي يعني يروح جد ديوت صحي وهذي شو اللي مستقصر صحي نكمله جماعة نكمله صحي ويتقضب حالة مثالية وحالة غير مثالية يو استقطاع بالعكس حالة مثالية غير مثالية كيف كيف قاطعة مفتوحة لما يتغير والف الاستقطاع بالعكس يزوج يكون قاطعة مفتوح يستقطاع بالمباشر القاطعة مغلقة هناك فرق صغير وش هو مقاومة مهملة هذيك مقاومة حتى بكم ديها شاك صحيح تفاهمين بس قيمة حالة مهملة امام مقاومة اخرى وصلتك للشكلة كم لوم ركزوا معي مليع هذيك احنا كوبية ونروح التمرين الاخير بما تتهيش الحصة راهمينا صبر واحد بما تتهيش الحصة حالو انا اسمع بما تتهيش الحصة هاذي؟ انا جاني انا جاني يتساؤل انا جاني ايوه صحيت هذا التمرين السياسي كان بلاك من يموص الله ونجتمع السياسي اجماع عليها لنقل قانون أوم وقاسم الجهد وقاسم العروة قادرين يصروا لي إشكالية في حياتي اليومية مع الدوائر الكهربائية كيف نعالج المشكل هذا؟ كيف نعالج هذا المشكل لازمان نرجعه قاسم الجهد وقانون الأوم مثلا في التمرين السادس، شوفوا التمرين السادس تمني السادس قلتكم، ليه يكون لدينا تركيب تالي، تركيب تالي هذا وش فيه؟ ركزه معي مليع وش كان فيه؟ مصباح، مصباح هذا الجهد الاسمي تعه، كيف؟ يوس 12 فولت، ماذا معانتها جمع 12 فولت؟ ماذا معانتها مصباح 12 فولت؟ ماكسيم ما ما يحملش كثير معانتها يمشي بـ 12 فولت، وكنت مدده أكثر من 12 فولت، ماذا يصر له؟ يتحرك يتحرك أي حاجة عندها وثائق صنع تاعها، هذا المصباح لو كانت تحتشورت، يقول لك حذاري، الجهد يفوت 12 فولت، يقول لك حذاري تالي ويفوت قيمة معينة، يعطيك الجهد ويعطي لك تالي مهمين عليها؟ جماعة مهمين عليهم، أتوكم سؤال، جميعاً، هاً، 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 أتوكم سؤال، مع مكريفون تاعكم، هاً، ستحرك، صلت، جماعة سؤال لأول مجيبت لكم، يقول لكم عندها غلق قاطع ما الذي يحدث المصباح؟ يمكننا فلق القاطع هذي المزباح وش عيصراله؟ يشعل يشعله؟ يشعل صحي يشعل يشعل صحي يشعل بس هوش يصراله بعدها؟ اجمع راكينا فوضى لازم يبقى زوج بارك هكذا راكينا فوضى انا نشوف اغلبية فتح الماء هاي يبقوا يخدموا معايا زوج اوكي تبقى تخدم معايا هيبا وش كل اخرى وسموه عبدو والله هاي يجمع شوفوا معايا شوفوا معايا لو كان نغلق القاطع شوفوا لو كان نغلق القاطع شوفوا شوفوا هذو تعتمار اه جماع نسيت حاجة نعاود نقول هايكم بالنسبة التمرين الستة وش مطلو منكم وقفوا الفيديو وحاولوا في التمرين بعد ما تخلصوا المحاولة شوفوا الإجابة تعكم وصحوا الأخطاء تعكم نرجع للحل التمرين بعد ما حاولتوا في التمرين نروح نشوفوا الإجابة النموذجية شوفوا معايا جماعة وش طلب مني سؤاله ما الذي يحدث المصباح شوفوا المصباح يتفجر يشتغل تحته هو 12 فول مي ربطه ب بي سي سي 24 فول لو كان نغلق القاطع شوفوا شوفوا لو كان نغلق القاطع شوفوا يتفجر يعلق فيه نار أو ترفع ما تحرك؟ ما تصل لك المقاومة الداخلية؟ ما صرالها؟ تقطعها اذا، ما هو السبب؟ ما هو السبب لذي يجعل المصباح يتلف؟ ما هو السبب؟ عاطي مي ربيعي تقذية عالية 24 فول ومي هو نحتاج 12 فول اذا الجواب الجواب هو تلف المصباح سؤال باب ما هو السبب هذا التلف؟ ما هو السبب هذا التلف؟ مي ربيعي مجد ربيعي صحيته لأن جهد التغذية أكبر من جهد المصباح الذي يشتغل فيه المصباح في الظروف العادية إذن جواب بسبب الجهد العالي الذي يغذي هذا المصباح الجهد الإسمي للمصباح هو 12 فوط لكن مولد يغذيه بجهد أكبر مما أدى إلى تلف المصباح سؤال ثاني هو سهل زيد نسيكم سؤال جيم نقترح الحل المناسب لهذا المشكل كيف ندير ونحلو هذا المشكل؟ نديروا مقاومة استبدال مولد زينيكم قالي استبدال مولد يا أخي الكريم أنا عندي مولد واحد 24 فوط هذا نقوم بدأ دماغ مولدات عندي مولد دماغ 24 فوط الله غالب هذا وش عندي؟ مقاومة بها النقص صحيته إذن الحلوش هو نضيف المقاومة على التسلسل هذه المقاومة هذه المقاومة عندها مقاومة RX هذه RX لازمي نعرف نحسبها لازمني نجيب مقاومة وش لازم تدي من الجهد هذا؟ لازم كيف تدي الجهد؟ كيف لازم تدي؟ نعم لازم تدي 12 و 12 فوط لما تبقى؟ المسبع جماعة لو كان جمي نسبع خمسة فوط لو كان جمي نسبع خمسة فوط وش لازم نجيب؟ لازم نجيب مقاومة تدي كده؟ 11 فوط وش لازم يقالوا؟ 5 فوط فاهمنا عليها إذن الحلوش هو وكان يحاول الأخرى دقوا نحكو عليها الحلوش هو الجواب إضافة مقاومة RX دقوا نحسبه قيمة تاحها تحاقق جود 12 فوط للمسبع هاني جبت هذه المقاومة؟ هاني حسب هذه المقاومة جماعة؟ قانون العروات آآ جماعة أسكو عندكم مقاومة داخلية على المصباح؟ مرحبا ما لازم ندير في هذه الحالة؟ لازم لي VRX وش تزاوي VRM ما دم هالي 12 هالي لازم تكون 12 خياء كده؟ جماعة وش هو الحل؟ كيف نحسب RX؟ أصب طوط ثم جومي تعتعاملتم على المصابيح؟ هاني ناقيتكم بصباحة جماعة مصباح ناقل أمي ولا مش ناقل أمي؟ شاد مانشو فضل اسعى دينا المقاومة بـ 12 بوط بش ناقصة من ربع وش ناقصة من ربع وش ناقصة من ربع وش ناقصة بها يبقى المصباح 12 بوط ها صح صحي ترجونا شوف مع اش حن دير بها نحسب المقاومة RX شوفوا إن إنسان وش يدير؟ وش يدير؟ لازم يحسب المقاومة الداخلية على المصباح وش يدير؟ يجيب جهاز أوم متر هذا جهاز أوم متر يجيب معرفة مقاومة المصباح بهذا الجهاز جهاز أوم متر نوصله على التفرر الشرق قاطعة تكون مفتوح هاجمك على باكم جهاز أوم متر بيقى المقاومة لازم الدارات تكون مفتوح ليس كما الجهد والطيار على باكم بهذا صحي نوصله على التوازي ومبعدها نديره أكبر قيمة شوفوا ما كتب لي هنا جهاز أوم متر بذلك القيمة صحي نكتب RL ما تتساوي 700 أوم ما تتساوي مقاومة الداخلية على المصباح صحيح ما تلاحظون ما بين المصباح والمقاومة مربوطاً على واش؟ تسلسل مربوطاً على تسلسل قانون عروات نخدم قانون عروات نخدم قاسم الجهد قاسم التوتر نخدم نحسب Rx ما نخدم نحسبها خارجوا قانون الجهد ومبعدها خارجوا تسلسل قاسم الجهد يصبح على المقاومات P-R-X-Z-V-R-L R-L صحيح؟ قانون هما يطلعنا أستاذ قادر تحسبها لو كمثلاً يميد لك تياره ويميد لك المقاومة قانون 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 لا اعطيتكم ولا اعطيتكاً انا احب ان تستي خدمة تلككم انا احب ان تتكون انا نقرأ هذا او الهدر انا كي يصلك المشكل مرة اتزال المشكل اتخدأ بابا تصلي مشكلة يقولون ان تدخلوا ما عندي شكل يقولون ان تقرأ هندسك تهربية لم تنظر لها المشكل صح؟ او لا لا؟ صح صح. صحيتم. إن شاء الله كنا رحما رجالي الأنظيم الآلي يومني. نعطيكم واحدة بوجة. ما شاء الله. تقدروا واحدة يكمل بني. يتكون صح صح. هيا نبدأ وجمع. هيا نحسبه Rx. نحسبه Rx بما أنه مقاومتين على التسلسل. بما أنه مقاومتين على التسلسل. ماذا نخدمه بقاسم؟ قاسم التوتر. صحيتم. بعد ما أعرفت قيمة مقاومة المصباح في هذه الحالة. نحسب قيمة Rx بقاسم التوتر. إذن Vrx. شي ساوي. Rx على Rx زي Rx على Rx زي دواش. صحيتم في. اه. صحيتم. وانا وشانا هنحسب أجمعها. حب نحسب Rx. Rx عندي ولا ما عنديش. عندي. عندي خي قلنا لازم تكون اتناشهار. خي قلناها في البداية. ايه. ايه. ولي Vcc عندي ولا ما عنديش? عندي. نا. ولي RR عندي ولا ما عنديش? عندي. نا. نا. اوقت في Rx. بقا في Rx. وشكرا تلاحظوا ال Rx جاية في البسط و جاية في المقام. جماعة كيف نخرجوها؟ جماعة هذه نعطيها لكم في الدول كثير حدود. كنتجوا الدالة في البسط والمقام. وتحبوا تخرجوا أي معامل. ننصحكم حولوها دالت كثير حدود. وش معنة دالت كثير الحدود؟ دل جداء الوساطين في جداء. طرفين. 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 ومن بعد اقربوها دالت كثير اشتروني اديكم الرياضيات وكنت يتقرركم الرياضيات ندوقكم بس الله غالب ننسيتها شوية عايشوا معي اذا VRX اشتروني يجمع RX VVC يعني بلبتهم عبعض RX VVC على RX RX هذه عادي هذه VCC نفسها تقولي VCC في RX صحيح تودخوا وشندي ضداء الطرفين ضداء الوصل VRX هو البصل وشهو المقام بتاعه هذا واحد واحد صحيح تقولي وش تقولي VRX في المقام بتاعه تساوي RX VVC في واحد واحد تقولي VRX في RX زيد RR وش تساوي RX VRX في VVC احلى مش سهلة 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 احلى احلى هذي لها في طرف ثاني وين اديها اديها طرف لهم اديها طرف لهم وش تقولي ولي موج سالب عايو تقولي بسالب تقولي VRX وماذا ننشروها دي جماعة لننشروها بس قلنا نحوص على RX احب خرجها واحدة وش تقولي تقولي VRX في RX زايد واش VRX VRX لا لا VRX 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 تقولي VRX VRX خرجوا VRX عامل مشترك انا هدف تعيش انا هدف تعيش انا اصل VRX كيف دعا هذي فيها VRX وهذي فيها VRX خرجوا لي عامل مشترك واش تساوي عاية ولي VRX في واش VRX VRX ناقص 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 هذا المعامل ناقص VRX صحي واش يوال صحي VRX VRX على VRX صحي ولي ناقص VRX VRX على VRX ناقص بعدها واش نديره تطبيق عادة عادة VRX يساوي يساوي ناقص 12 VRX في كون عادة تكون 12 VRX 700 على 12 ناقص 24 24 ساوي ناقص 840 كتحسب على ناقص 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 ساوي 700 700 صح 700 يعني غلط هذي وش هي هذي وش هي 700 هذي وامور هذي وامور هذي وش هي آم 700 اه اه احنا كنت نستنى واحد يقول يا أستاذ يا شهر يا شهر يا شهر رضي قد نجاوبك نجاوبك ناقص ناقص كنت نستنى واحد يقول يا أستاذ أريك بسكو هذي 12 وهذي 12 وبما أنه جهود متساوية دازم هذي مقاومة تساوي مقاومة سيئ هذي آش كوني لأقلها أنا صاح صاح اعطوني إجاباك أنا أحسبت قابلك وحصلت وما دخلت بالك أنا غالط لا لماك شغل لازم تثق في نفسك بالعكس الجماعة وكي تغلط مليح تغلط صاح خطأ صاح نحو سنحو سبعمائة معلي شراك هيل ما شاء الله جماعة سؤال هذا سهل هيا نجربوا نجربوا خدمتي نشوفوا أسكن من صباح يتلف ولا لا بعدما يجينا هذي تسوي سبعمائة هاني صح حتى سبعمائة آم إذن هذي نربطوها نقلبها سبعمائة لو كان نغلق الطاطعة شوهو لو كان نغلق شوهو 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 شوكي كنا طريقة أخرى ولا مكانش هاي جوبوا هاي شكون الذكي يعطي طريقة أخرى أسهل من هذي طريقة أخرى أنا بالعلم دخلتك بقاسم جون مدام قلنا قاسم جون قانون عروات آيوة كان قانون أوم كان قانون عروات احنا وش هاي يقولكم قلكم ما شاء الله كان طريقة أحسن وش هي هي يجب معها الطريقة ثانية يجب معرفة مقاومة المصباح بعدما عرفنا خلقنا سبعمائة آم ما عرفت قيمة مقاومة المصباح في هذه الحالة نحسب قيمة رأي كسبي قانون عم هاي طرقوا قانون عم احنا يجمع جمع يجمع وش لكم تلاحظو رأي كس على المقاومة إن صغelpدد؟ أهل. أهل. هذه سانت simples إذان. ماذا نقولون status? لنقولواelia. يسرح المقامات الداخلية 생각ها. في الطائرة الواجة يجماعة في São fils. н ICE نجمع واجمع ويسوف نجمعها؟ أتو تأتي معناها. ما الذي تقوم على tego reason? Les sungaxe أş أجمعهم الواجنصao. وش نحسبه وضعك و نحوسه على وش؟ تيار تيار وش يسوي جماعة؟ نقدر نجيبه مننا ونقدر نجيبه تيار مننا وبلما نروح الجهد الكلي على مقاومة الكلية نقدر نحسبها مننا بارك الجهد VL قدر عندي 12 بول والمقاومة الدقيية طبعا جماعة VL وش يسوي VL يسوي VL في التيار في ايه اذا تيار ايه وش يسوي VL على VL تيار ايه وش يسوي جهد المسباح على مقاومة المسباح على RL اخي عندي 12 بول RL عندي طبقوا ها 12 على 27 وش يصرا لها تختزر و700 تطلع على فوق اخي تتعكس اخي تتعكس وتتعكس 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 وش يسوي نتجة نهائية 700 تطلع سهل انا مش سهل كيف اشتاء ايه اشي هو كيف اشتاء ايه عوضنا ايه تيار ايه هذا تيار ايه تيار ايه كيف تحسبه يقولك احسب تيار ايه 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 يتحسبه بالمقامة يتحسبه بالمصباح يتحسبه بالتيار الكل عي هكذا هذي احتمالة لا لا. إي عوضناها الـ V-A-L-A-L-A هيا اركز معي. هذا المصباح. الجهد تاع وش يسير بقانون O هذا المصباح R-L في الـ E صحيح. R-L في الـ E. صحيح. إذاً الـ E وش يسير من القانون O V-A-L-A-L-A-L خاني عمي. V-A-L-A-L لا عطيها ليهو ما عطيها ليش. كแลة. ما حمر. رحكم хочешь فقط. والمقاومة الداخلية 700. إ ليه؟ إذن هذhearted هذه هي نفسك المفهومة. كما جمعاءóكين اااا. تلينا فكرة اخرى. جماعة تخيلوا لو كان باقيت rival 700 700 او. حوصت على مقاومة 700 او مقول ليتها عزته ستجد مقاومة 100 Ohm ها يجاوبون زيدوا مقاومة على التسلسل مثلا قلت ماتين ومائة تجد ثلاثة ماتين على التسلسل فاكذا ووحدة لتسلسل ماتين زيد ماتين زيد ماتين زيد ماتين زيد ماتين زيد ماتين صحيح؟ خبعمائة كانت طريقة أخرى جماعة تنائزينها جماعة قادة تجيب مقاومة 100 Ohm خطها وروح مصباح هذا باش يمشي يجمع كده جهد تاعه؟ نعم وروح تشري ثنائي زينر قلوا أعطي لي ثنائي زينر جهده العكسي في زينر موثاق قصطاني يساوي 12 بول ووصلوا على التفارات إذن إضافة ثنائي زينر لتنظيم الجهد بين الطرفي هذا المصباح بشارك هذا ثنائي زينر كتشريه وش لازم تقولوا قلوا في زينر تاعه وش لازم يساوي يساوي 12 بول طيب إذا ثنائي زينر خلابكم شو وظيفة تاعه ثنائي زينر كي عود استقطاب العكسي كي عود استقطاب العكسي أي عنصر أي عنصر يقابل على توازيع حيو نظم الجهد تاعه إذن نعم ما معنى مهما نزيد الجهد بما أنه ثنائي زينر 12 بول حيبقى بمصباح ديما ويوصلوا 12 ولو كانت تحبوا تأكدوا ديروا عروة هذه عروة تعدو خول العروة هذي كده فيها جهد فيها فيزينر وفيال واشتولي فيزينر ناقص فيال ناقص فيال إذن طرف ثاني وش يساوي فيزينر وش يساوي فيزينر وفيال إذن هذي الطريقة هي الأحسنة هذي الطريقة هي الأحسنة لا يختبوا بها بزع بس كؤلاء ثنائي زينر ما يخليش الجهد يزيد جواب ما يخلي فيزينر تفهمين عليها؟ كيف استعملوها؟ كيف سألتك؟ كيف سألتك؟ ناقص فيزينر ناقص فيزينر لو كان نجيب لك مصطح يمشي تس عفوض وش تدير؟ نجيب أي مقامة مقامة مئة اوم نار ما ربي سهل عليك مئة اوني يزينر وش لازم يكون جهد العكس تس عفوض وصلوا إلى التوازي يجب يكون استقطاب عكسي حتى تبدل مقامة حتى تبدل فيزينر وحتى تبدل المقامة حتى يكون كبير بيزينر حتى تنزيد بيزينر ثاني كان جهد الفاسدو لو كان تطرح الوثائق يقول لك مقسمو مئتين وربعين بواب لو كان بيزينر يفوت مئتين وربعين وش يسر البيزينر يتحرك يتحرك شو اللي قاطعة مفتوحة؟ قاطعة مفتوحة يتقصر يقول السلك يتحرك 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 هيا جمع هيا يواصعي لو كان جرب شوفوا لو كان جرب هيا يمشي مصطعة ومش يمشي 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 وهنا هيا اديكم هذي وش معناتها؟ الحصة معنات انتهت الحصة اه جماعة هذا الشعر هذا الشعر وش فيه؟ هالي اللي يزي تهيلكم هاذا؟ هالي اللي يزي تهيلكم المرة الجيه وش هيخرج فيها؟ اتكمل فيديو هتكمل فيديو ارى اكتشوه هناك هنا هتتخرج لك حصات سابقة هنا هتتخرج لك حصات عرافة هنأ تخرج لك حصات عرافة هتتدك حصات ثانية صحيح حصات ثانية هتدك حصار عرافة اشتركوا في القناة